مسرحية طار بالعجة هي المسرحية الأكثر شهرة بالوقت الحالي بفعاليات موسم الرياض فغير أنه حضرها الكثير من النجوم الشباب أيضاً هي رجعت لنا يوسف الجراح مرة أخرى لخشبة المسرح هالحدث كان الأبرز الفترة الماضية بالترند السعودي والكل كان متحمس ليرجع يستمتع بأداءه والقصص القوية اللي يقدمها وفعلاً كانت المسرحية بالمستوى المطلوب وطوال أيام عرضها الحضور كان كبير هالشيء اللي أفرح يوسف وأدلقه بنفس الوقت يمكن الواحد ماينهم ومنعظه في المسرح ومسرح محمد العلي مسؤولية كبيرة رحمة الله عليه مع هيئة الترفيه اللي أنا كن قلتها بمقابلات كثيرة أنا حب التفاصيل الدقيقة لما نقول هيئة الترفيه يعني تفاصيل التفاصيل مش عرض بس ينعمل كل اللي موجود خلف كواليسها برجالهم بشبابهم الممتازين الرائعين بأمانة والله العظيم وهذا كان رأي يوسف الجراح بالمشهود الكبير اللي شافه بموسم الرياض خاصة على صعيد المسرح خلال تواجد لتقديم مسرحيه الطار بالعجة اللي كانت السبب لتراجع عن اعتزاله بشكل مؤقت خمسة سنهي وأبوه وبتك اليوم بحق وأبوه وبتك اليوم بحق وأبوه وبتك اليوم بحق وأبوه وبتك اليوم بحق عامر حمود هذا عمل جبار غير الدكتور راشد والأستاذ يوسف الجراح عمل رهيب وحيكون مفاجأة حيكون مفاجأة لجميع حقيقة وبالفعل ومن أول ما تم عرضها المسرحية الكل كان مبهور بكل التفاصيل وعبر الجمهور عن هالشيء من خلال تغريدات مختلفة خاصة إنها مسرحية كوميدية بامتياز وبتناقش فكرة واقعية قلنا عنها أكثر راشد الشمران هي مسرحية عالمية عند شخص تقريبا أقرب للكومبارس يعني يشتغل في مسرح مع فرقة مسرحية عامل نظافة ويبيع وكذا ويوم العرض المسرحي يصاب بطل المسرحية يعني بعارض صحي ما يقدر يعرض فيضطر مدير الفرقة أنه يستعين بهذا الرجل اللي هو عايش معهم ويحفظ الحوارات وكذا باعتباره عايش في المسرح يعني أنه ينقذ الموقف ويصير هو البطل المسرحية وإلى جانب هالقصة المشوقة اللي ميز هالعمل كان اختيار طاقم الممثلين كثير موسوط أن يجتمع النجوم الكبار مع النجوم الشباب الحقيقة في عامل واحد وهذا شيء مهم جدا أن يكون هناك تلاقي بين الجيلين لتقديم عمل متكامل اللي يستفيدون من تجارب الرواد والنجوم الكبار طبعا أنا لا يفوتني أني أشكر مع المستشار تركي على الشيخ الحقيقي على هو إتاحة الفرصة للعمل المحلي السعودي المسرحي السعودي ووجوده من خلال موسم الرياض وهالأمر كان فرصة كبيرة لنادي غازي وعزيز الحبيس أنهم يشاركوا خشبة المسرح مع أهم النجوم كثير متحمسين المسرحية جدا حلوة مو عشان أنا فيها والله العظيم جد كثير فخورة أني أنا عم مثل مع أستاذ راحة الشمراني وسفل جراحة عبدالله السيري والممثلين اللي معنا أكيد الزملاء وأكيد أستاذ عامر الحمود يعني دعم المواهب ودعم الشباب لكن هذه أعتبر أول تجربة في مسرحكم دي ووجدت كل ترحيب ووجدت كل احتفاء بالفنان الشاب خاصة أنك تتشتغل مع ساتذة يعني يعتبرون من أوائل من رواد الدراما السعودية وهذا شيء يشعر نحن كفلنا نش شباب بالفخر